كما استنكرت جماهير الرجاء الاستغلال البائس لمنصب الناخب الوطني المفترض فيه الحياد والتركيز على عمله كمدرب في اشارة لتصريح وليد الرجراجي في الندوة الصحفية الاخيرة للمنتخب الوطني المغربي التي دعم فيها مؤجره على قجع ضد جمهور الرجاء والذي قد يفقده المصداقية والاستقلالية مفسرين بذلك تهميش بعد لاعبي الرجاء المتألقين في المنتخب ولم يكتف البلاغ بهذا بل تعداه لفضح التهديدات والضغوطات الكبيرة الموجهة لمكتب الرجاء من خلال الاستهداف الشخصي لرؤساء ومسؤولية النادي في استغلال للنفوذ من خلال الوعيد بالمراجعات الضريبية للشركات التي يزرأسونها ودعت الجماهير فوز لقجع الى الاسراع في تصحيح اختلالات الرياضة المغربية من خلال الرفع من قيمة منح التتويج بالالقاب المحلية والنقل التلفزي عوض التعويل على نجاحات المنتخب